السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم سنة رابعة أنا باس أميرة ودي كنتكم كارتون ساينس والنهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض مراجعة مادة الاي سي تي لامتحان شهر فبراير ونحل مع بعض مذكرة المتميز الأستاذ محمود سعي الفيديو اللي فات أخدنا لسن 1 وليسن 2 حلينا كل أسئلة المحافظات عليهم هساب لكم لينك الفيديو في الدسكريبشن بوكس سندوق الوصف المنجود تحت الفيديو ونهاردة بإذن الله هنكمل باقي الدروس المقررة لامتحان شهر فبراير لمادة الاي سي تي وحناخد لسن 4 و5 و6 لأن لسن 3 للقراءة فقط لاك للفيديو يلا بينا نبدأ بسم الله لسن 4 بعنوان انترنت كوميونكيشن يعني التواصل عبر الانترنت وده هنقسمه نوعين سينكورنس كوميونكيشن يعني التواصل اللحظي يعني لما تيجي تكلم حد فيديو كول انت بتتكلم وهو بيرد عليك فالقوميونكيشن ده بيبقى in real time في نفس الوقت فالتواصل ده اسمه ايه سينكورنس كوميونكيشن اسمه ايه سينكورنس كوميونكيشن لكن لو انت بعدت لحد ايميل ولما فتح النت بدأ يقرأ الايميل بتاعك يبقى ده تواصل غير متزامن مش بيحتاج اللي اتنين يبقى فتحين في نفس الوقت اسمه ايه حط حرف الايه قبل كلمة سينكورنس بقى اسمه ايه ايه سينكورنس كوميونكيشن بيتكلمه في نفس اللحظة الكميونكيشن ده اسمه ايه سينكورنس كوميونكيشن بحت بيتكلم والتاني بيرد عليه في نفس اللحظة لكن لو انا بعدت ايميل وبعد شوية حد رد علي لما فتح النت يبقى ده تواصل غير متزامن اسمه ايه سينكورنس كوميونكيشن ودلوقتي هشرح لك اللي انا قلته ده بالتفصيل اول نوع اخدناه هو سينكورنس كوميونكيشن it's communication that occur in real time with innocent responses يعني هو تواصل بيحصل في نفس الوقت وبيبقى فيه استجابة هورية يعني انت بتتكلم واللي قدما بيرد عليك او ممكن اقول عليه it's exchanging information or file between people at the same time يعني لو بتعمل تبادل للمعلومات او الملفات في نفس الوقت ده يعتبر سينكورنس كوميونكيشن يبقى تاني يهور سينكورنس كوميونكيشن it's communication that occur in real time with innocent responses في نفس الوقت باستجابة فورية and it's exchange information or file between people at the same time في نفس الوقت زي ايه نيس؟ زي الفيديو شات لما تيتكلم حد فيديو شات انت بتتكلم هو بيرد عليك في نفس اللحظة او الانستنت message لو انتو الاثنين فتحين online وعملين تابعتو البعض رسائل واتساب يبقى دي استجابة فورية يبقى ده سينكورنس كوميونكيشن الشات رومز لو مثلا انا عملت session zoom بدأنا كلنا نخش ونتكلم مع بعض دي اسمها شات روم دي بتبقى حاجة لحظية انا بتكلم ونت بترد عليها في نفس الوقت يبقى ده سينكورنس كوميونكيشن واخر مثال للسينكورنس كوميونكيشن هو live television show لما يلقى فيه برنامج على التلفزيون معموله بس مباشر دي حاجة لحظية يبقى يعتبر برضو سينكورنس كوميونكيشن يبقى اخر مرة ركز معايا السينكورنس كوميونكيشن هو communication occur in real time with instant response او ممكن نقول ان هو exchange information or file between people at the same time والإكزامبل لسينكورنس كوميونكيشن فيديو شات instant message chat rooms live television show برامج البس المباشر ودلوقتي نبدأ نتكلم عن الأمثلة دي بالتفصيل number one video chat تقدر تعمل فيديو شات ده مع واحد بس أو ممكن تعمله مع أكتر من واحد زي برنامج السكاير وده برنامج بتقدر تستخدمه عشان تقدر تعمل به فيديو شات بس يشترط ان انت يبقى معاك device في كاميرا وفي speaker عشان تقدر تعمل فيديو شات لازم يبقى في كاميرا عشان تشوف اللي قدامك speaker عشان اللي قدامك يسمعك سواء كان الجهاز اللي معك ده موبايل أو كمبيوتر يبقى تاني video chat allow you to communicate life with one or more people بيخليك تقدر تتواصل مع واحد بس أو مع أكتر من واحد تحتاج ايه عشان تقدر تعمل الفيديو شات أول حاجة جهاز في كاميرا وفي speaker device with camera and speaker like mobile or computer وكمان بتحتاج video chat software يعني برنامج للفيديو شات زي مثلا لسكايب نتاني مثال لسينكوريناس كوميونيكيشن هي الإنستانت ماسجينج يعني المرسلة الفورية يعني إن بحد فاتح الإنترنت وانت بتبعت الرسالة هو بيرد عليك في نفس الوقت إناستانت ماسج allow you to send message using the internet تبعت ماسج عبر الإنترنت like text ممكن تبعت كتابة pictures software or videos طيب ايه العدوات اللي انت بتحتاجها عشان تبعت الإنستانت ماسج أول حاجة لازم يكون معاك mobile والapplication بتاع الإنستانت ماسج ولو معاك computer لازم يكون معاك software بتاع الإنستانت ماسج يعني يبقى معاك computer or mobile وكمان معاك البرنامج اللي بيشغل الإنستانت ماسج يعني يمسطب عندك مثلا للواتساب وفاتح الإنترنت وهنت بتتكلم وحد بيرد عليك في نفس الوقت يبقى احنا خدنا مثل رقم اتنين في الSynchronous Communication اللي بتحصل في نفس الوقت وهو الإنستانت ماسجين الإنستانت ماسج allow you to send the message using internet like text picture or video and you need tools بتحتاج أدوات ايه الأدوات اللي لازم تكون معاك عشان تبعت الإنستانت ماسج يا إمتا mobile وعليه الأبليكيشن بتاع الإنستانت ماسج يا إمتا computer وعليه software بتاع الإنستانت ماسج المسال رقم 3 وآخر مثال في الSynchronous Communication هو الShat Rooms الShat Rooms زي الزوم اللي احنا بنعمله بنعمل جروب عشان نقدر نتكلم مع بعض في حاجة معينة والجروب ده بنقدر نتكلم مع بعض ونرد على بعض في نفس الوقت يبقى ده بيعتبر Synchronous Communication والأدوات اللي احنا بنحتاجها عشان نعمل الShat Rooms ان احنا ننزل الApplication ده على الموبايل يعني عشان تفتح Session Zoom لازم تبقى عمل Download للبرنامج بتاع الزوم او ممكن تدخل عبر المتصفح Through Web Browsers المتصفح اللي ممكن اخش من عليه Internet Explorer or Google Chrome يبقى الShat Rooms Allow you to communicate in غروب يبقى ده بيخليك تعمل تواصل في مجموعات وده بيجي سؤال هنشوفه دلوقتي And it's usually focus on just one subject يقولك دايما بنعمل Session Zoom عشان بنتكلم عن حاجة معينة بنعمل جروب للICT مثلا بنعمل جروب للScience والأدوات اللي انت بتحتاجها هي Mobile Apps يعني الApplication يبقى موجودة عندك على الموبايل أو تخش عبر المتصفح Through Web Browser المتصفحات اللي موجودة عندنا لإنترنت Explorer أو الجوجل كروم وبكده نكون خلصنا التواصل المتزامن Synchronous Communication وأخدنا الأمثال بتاعته Video Chat Instant Message and Chat Rooms دلوقتي هنبدأ في الاتصال الغير متزامن اللي مش بيشترت إن اللي قدامك يازم يقفتح لإنترنت وبيكلمك في نفس اللحظة اسمه إيه الكميونيكيشن ده؟ اسمه Asynchronous Communication Asynchronous Communication doesn't require an instant response يعني مش بيحتاج استجابة فورية يعني مش دلوقتي حالة اللي لازم اللي قدامك يرد عليك وممكن أقول التعريب بشكل تاني It's transferring information or files between two people or more and it's not necessary at the same time يعني هو تواصل بين فرد أو أفراد إنك تبعت لهم معلومات أو تبعت لهم فايلات لكن التواصل ده مش بيحتاج إنه يكون في نفس الوقت زي مثلا إنك تبعت إيميل لحد أو إنك تسمع فيديو زي اللي أنت بتسمعه دلوقتي Recorded Educational Program يعني الفيديو اللي أنت بتسمعه ده أنا سجلته وبعدين بعته لك وبعدين أنت سمعته مش في نفس الوقت اللي أنا بسجله يبقى ده تواصل غير متزامن Asynchronous Communication يبقى تاني Asynchronous Communication is communication that don't require an instant response مش بيحتاج إستجابة فورية And it's transferring information or file between two people or more And it's not necessary at the same time هو عبارة عن تبادل للمعلومات والفايلات ومش بيحتاج إنه يكون في نفس الوقت والأمثلة بتاعتنا الإيميل والRecorded Educational Program هنا هيكلمك عن الإيميل أكتر وبيقولك اللي أنت تقدر تبعث وتستقبل مسجات عن طريق الإيميل إيميل allow you to send and receive messages وكمان بيقولك إن الإيميل بيبقى رسمي أكتر It's more formal than an instant message يعني لو عايز تبعث حاجة formal حاجة رسمية بتبعث إيميل يعني مثلا لو عايز ترسل التيتشر بتاعك لازم تبعث له إيميل لو عايز تتواصل مع أي هيئة حكومية أو أي حد من المسؤولين بتبعث له برضو إيميل يبقى إيميل is more formal than an instant message For example You could email your teacher about your school project ولو عايز تبعث حاجة لهيئة حكومية لازم برضو تبعث لهم إيميل You can also use email to reach out to a government agency or an official لو عايز تبعث لحد المسؤول بتبعث له إيميل طيب إيه الأدوات اللي انت بتحتاجها عشان تبعث الميل لازم يكون عندك الابليكيشن يعني التطبيق اللي هتبعث عبره الإيميل أو تخش عبر المتصفح بتاع الإنترنت Internet browser to access an email website يعني تخش على الويبسايت بتاع الإيميل وتبعث منه لو انت ما عندكش الابليكيشن ده على موبايل يبعث الاسيقرانيس كمميكيشن Its communication don't require instant response and it's not necessary at the same time such as email and recorded educational program Email allow you to send and receive message and email is more formal than instant message and you can send email to your teacher about your school project and you can send email to any government agency or an official عايز تبعث لحد مسؤول أو أي هيئة حكومية أو تبعث للتيتشر بتاعك بطريقة رسمية بتبعث له إيميل وآخر حاجة في lesson 4 بيكلم عن الابليكيشن الابليكيشن ده البرامج اللي انت بتنزلها على الموبايل بتاعك يقولك إن في بعض البرامج موجودة أريجي على الموبايل بتاعك وفي برامج تانية انت لازم تنزلها Salesforce application is an application that runs on your mobile device يقولك إن الابليكيشن دي هي عبارة عن برامج بتشتغل على الجهاز بتاعك It allow you direct access to different programs بيخليك تتعاني مباشرة مع البرامج اللي انت بتنزلها زي البرنامج اللي خليك تبعث email أو إنك تبعث instant message أو social network pages زي الفيسبوك مثلا أو الفيديو شات يعني البرامج اللي انت بتنزلها على الموبايل بتاعك بتخليك تقدر تفتح الاميل أو تبعث instant message أو تفتح صفحة الفيسبوك أو تعمل فيديو شات Some application could be pre-installed on your mobile يعني الطبيقات دي بتبقى موجودة على الموبايل بتاعك أو others need to be downloaded وفي بعض البرامج انت بتحتاج اللي انت تعمل لها download يعني تنزلها على الجهاز بتاعك وبكده نكون خلصنا lesson 4 يلا بينا نبدأ نحل الأسئلة بتاعك question number one choose the correct answer حنبدأ من أول number 21 point is useful when you need an immediate response لو عايز رد فوري هتستخدم إيه؟ هتبعت emails ولا هتستخدم asynchronous communication ولا هتستخدم synchronous communication حنا اتفقنا ان ده هو ده التواصل المتزامن اللي بقى فيه instant response you can make video calls with your friend through your what تودع تعمل video call عبر ايه؟ scanner mobile phone printer طبعا هاختار mobile phone number 23 communications that occur in real time الcommunication اللي بيحصل في نفس الوقت وفي استجابة لحظية دقيق تتعريف بتاع synchronous communication التواصل المتزامن number 24 point is from simultaneous communication via the internet that allow you to watch your friend audio and video بيسألك عن نوع من الcommunication يغليك تقدر تشوف ال friend بتاعك وتسمع الصوت بتاعه ها هاختار ايه؟ هاختار طبعا الفيديو شات مع اني مش فاهم معنى الكلمة دي كلمة دي معناها متزامن synchronous دي كلمة بنفس معنى كلمة synchronous بس انا مش فاهمها بس او بيقولي تقدر تشوف ال friends audio and video تقدر تشوف ال friend بتاعك صوت وصورة فعشان لقيت صوت وصورة يبقى لازم هستخدم الفيديو شات number 25 the point allow you to communicate in group من اللي بيقدر يخليك تعمل تواصل عبر group يعني تعمل group كده تتكلم مع بعض انك تبعت ايميل ولا ال chat rooms زي الزوم كده تفتح زوم وتقدر تتكلم مع زمايلك طبعا هاختار chat rooms اول ما يقولك كلمة in group يبقى استخدم chat rooms number 26 with point learning participant can receive immediate feedback يعني بيقولك عبر انه تعليم المشتركين يقدروا ياخدوا استجابة فورية يعني مثلا تبعت للتيتشر سؤال هو يرد عليك في نفس اللحظة immediate feedback يعني حاجة لحظية يبقى انت لازم تختار كلمة ايه synchronous ليستخدمت كلمة synchronous عشان لقيت immediate immediate feedback يعني حاجة لحظية استجابة فورية دلوقتي حالة يبقى انت لازم تكون بتعمل تواصل متزامن يعني يفتح معايا في فيديو شات او بتبعته instant message او انت معايا في نفس ال chat rooms number 27 exchanging information or file between two people at the same time انا مش هقرح حاجة تاني بعد كلمة same time لقيت same time يبقى لازم اختار synchronous communication number 28 instant message software need to be communicated using what الانستنت message الطبيق بتاع الرسائل الفورية ده بنحتاج ايه email ولا انستنت message ولا chat rooms طبعا هختار انستنت message i am ده الاختصار بتاع كلمة innocent message number 29 you can use the internet to communicate synchronously ولا asynchronously ولا الاثنين طبعا انا قدر استخدم الانترنت في الحالتين يعني ممكن اعمل فيديو شات واللي قدام يرد علي في نفس اللحظة او ابعت email واللي قدام يرد علي في اي وقت number 30 point allow you to communicate life مين من البرامج دي يقدر يخليك تعمل تواصل في نفس اللحظة الورد ولا البراوزر ولا الفيديو شات طبعا اختار فيديو شات number 31 a device with camera and speaker and application is need to make what انك تستخدم جهاز في كاميرا وفي سمعات وكمان تستخدم برنامج ده بتحتاجه عشان تعمل ايه documents ولا email ولا عشان تعمل فيديو شات لازم يكون معك كاميرا والسبيكر والبرنامج اللي بيشغل الفيديو شات طبعا اختار فيديو شات question number 2 boot right or wrong هنبدأ من اول number 19 skype is a synchronous communication medium يقولك ان ال skype ده بيخليك تعمل تواصل في نفس اللحظة طبعا الاجابة صح number 20 tools needed for email or internet browser or email application عشان تبعت email لازم يكون عندك البرنامج اللي بتبعت من عليه email او تخش عبر الانترنت تخش على الويب سايت كده وتبعت المسج اجابة بتاعتي true number 21 email allow you to communicate in group لا يميس اللي كان بيخلينا نعمل communication in group هي الشات رونز number 22 you can use the internet to communicate synchronously only يعني تستخدم الانترنت عشان تعمل تواصل متزامن في نفس الوقت بس ما ينفعش تعمل asynchronous طبعا الجملة بتعتي غلط بقدر عمل التواصل بالطريقتين number 23 synchronous communication occur in real time with instant response يعني synchronous communication بيحصل في نفس الوقت باستجابة لحزية الإجابة صح number 24 instant video chat and live television show are example of asynchronous communication يميس الانستنت video chat لما عمل video chat والبرنامج اللي بس المباشر على التفزيون ده asynchronous communication لا يميس غلط ده بيعتبر synchronous communication يعني إجابة غلط number 25 sending an email is considered synchronous communication لا يميس الإيميل ده ممكن أبعته اللي قدامي يفتحه في أي وقت فده بيعتبر asynchronous communication next question number 26 video chat allow direct communication between two people only الفيديو شاعت بيعمل communication مع اثنين بس يبقى ممكن يبقى أكثر من two people number 27 information technology tools enable people of determination to communicate with teacher and view school subject يقول لك أدوات التكنولوجيا بتساعد أصحاب الهمم أن هما يتواصلوا مع المدرسين بتوهم وكمان أن هما يشوفوا the school subject اللي هي المواد الدراسية اللي يجابة طبعا true number 28 the process of communication between individual at the same time called asynchronous communication طبعا غلط at the same time it called synchronous communication وكده نكون خلصنا lesson 4 lesson 5 تكملة lesson 4 هعلمنا ازاي نستخدم الأدوات اللي احنا تكلمنا عليها في lesson 4 يعني ازاي نقدر نعمل video chat ازاي نعمل chat rooms وازاي نبعت instant message وكمان احنا نتعلم ازاي نبعت email number 1 video chat الفيديو chat ده زي لزوم بالزبط عشان تعمل video chat ما حد تعمل ايه بتعمل link وتبعته للناس اللي عايزهم مشتركوا معاك واللي عايز يشارك في الفيديو شات ده حيضغط على link ويستنى لغاية ما انت تسمح له اللي هو يخش الميتنج يبقى تاني to start a call لو عايز تعمل video chat تعمل ايه create a link اعمل link وابعته للمشتركين send it to part spent part spent والpart spent ده اللي عايز يخش جوا ال call بيعمل ايه to join a call click on a link دوس على link واستنى لغاية ما نسمح لك تخش جوا الميتنج and wait to be let in وانا هيجي سؤال صح وغلط بيقولك لما تدوس على link انت بتستنى to go out عشان تطلع بارا ال link طبعا الاجابة هتبقى غلط يبقى تاني create a link وابعته للمشتركين وعشان تخش جوا ال link ده هتضغط على link وتستنى شوية لغاية ما اللي عامل الميتنج يقبلك ويدخلك click on a link and wait to be let in بيقولك وانت عامل فيديو تأكد الماكروفون والكاميرا شغالين make sure your microphone and camera on بيقولك في بعض الاوقات اللي عامل الميتنج ممكن يعملك mute mute يعني يقفل عليك الماكروفون بتاعك بيقولك انت ممكن تقفل الماكروفون بتاعك او تشغل الكاميرا او تقفلها او تقفلها عشان ما يبقاش كده في فوضى كله بيتكلم مع بعضه لا لو سمحت take your turn when speaking وبيقولك لو الكاميرا بتاعتك مفتوحة كل النس بتبقى شايفينك if your camera is on anyone who on the call will be able to see you فعمل ايه البسكويس be properly dressed البسكويس متصرف كأنك في مكان عام properly dressed and behave as you wear out in a public وتأكد ان ما فيش حاجة في الخلفية بتاعت الفيديو بتاعتك تبين مكانك لو انت مش عارس تعرف حد عنوانك متبقاش قعد ورقش ببيك مثلا وفي يوف تبين الدكتور يعرف ان انت مثلا ساكن في المكان الفلاني عند ده أو عند المستشفى دي أو عند الدكتور ده كي يبقى تأكد ان ما فيش اي حاجة في الخلفية بتاعك تعرف الناس الادرس بتاعتك او اي معلومات شخصية عنك make sure that nothing in your background indicate your address or any personal information يبقى عشان تعمل الفيديو make sure that your microphone or camera on اكد اللي مكروفون والكاميرا شغالين and person in charge of call ال person اللي عامل الكل may mute people's microphone ممكن يقفل المكروفون بتاع الناس and you can mute your microphone or camera anytime في اي وقت تقدر تقفل المكروفون بتاعك والكاميرا لو سمحت خد دورك وانت بتتكلم take your turn when speaking ولو الكاميرا مفتوحة anyone on call be able to see you so be properly dressed and behave as if you were out in public صرف اللي انت في مكان عام and make sure that nothing in your background indicate your address or personal information تأكد ان ما فيش حاجة في ال background بتاعك تدير اي حد عنوانك او معلومات شخصية عنك التاني بلنامك هناخده النهاردة هو ال chat rooms بيقولك ال chat rooms دي بتقدر تبعت رسائل وحد يرد عليك وانت ترد على حد فلو سمحت خليك مؤدب ومتعاون وإيجابي you can type and send your comment تقدر تكتب وتبعت ال comment you can reply to message ممكن ترد على حد وممكن حد يرد عليك some part spent may reply to your message ممكن حد يرد على المسج بتاعتك وافتكر ان اي حد في ال chat rooms يقدر يقرى المسج بتاعتك remember that anyone in chat room can read your message show people light, helpful and positive خليك مؤدب ومتعاون وإيجابي وثالث حاجة هي ال innocent message وهي ان انت تبعت الرسائلة الحدي بفاتح الانترنت وبيرد عليك في نفس اللحظة والرسائل دي مش بتبقى رسمية ممكن تبعت فيها emotions ممكن تبعت فيها صورة وممكن كمان ما تكتبش فيها جملة كاملة ممكن تحط فيها اختصارات أو phrases instead of full sentence يعني مثلا بدلا ما تكتب thanks كده بال letters ممكن تكتبها THX بيبقى فيها اختصارات وبتبقى حاجة غير رسمية زي رسائل ال WhatsApp مثلا طيب ازاي ابعت ال innocent message اول حاجة حدوس على اسم ال person اللي هي عايزة بعتله ال chat وبعدين حكتم ال message وبعدين حدوس على send اللي انت عايزة بعتله ال chat دوس على الاسم بتاعه اكتب الرسالة بتاعتك then click on send icon وبعدين ندوس على الزرار بتاع send يبقى ان انا ندوس على send دي اخر خطوة عشان فيه سؤال دلوقتي يجي كده and instant message is a fun casual way to communicate informal way يقولك الرسائل دي بتبقى فان كده فيها مرح وبتبقى رسائل غير رسمية you may use phrases instead of full sentence وممكن كمان تستخدم ال emotion او الصور you may use phrases instead of full sentence emoticons and image اخر حاجة هنتعلمها في lesson 5 هي الايميل بيقولك ان الايميل دي طريقة رسمية it's used in more formal situations لما في موقف رسمي بتبعت له ايميل زي مثلا انك تعمل account على بنك المعرفة المصري creating an ekp account وانك كمان تبعت التيتشر بتاعك لازم برضو بتحتاج ان انت تبعت ايميل and writing to your teacher فب ازاي اميس ابعت ايميل لو فتحت الميل بتاعك هتلاقي كلمة to كلمة to دي بتكتب جنبها person اللي انت عايز تبعت له الميل هتكتب هنا ايه الايميل بتاع ال person اللي انت عايز تبعت له يبقى جنب كلمة to بنكتب ايه بنكتب الايميل طب جنب كلمة subject جنب كلمة subject بكتب الموضوع اللي انا هتكلم فيه title يبقى جنب كلمة to بكتب الايميل جنب كلمة subject بكتب title وانت بتكتب الايميل لازم تكتب الجرامر بتاعك يبقى مظبوط دي حاجة formal you must use proper grammar واستخدم في الاول تحية التحية زي مثلا dear friend والنهاية اللي ممكن نكتبها في الاخر زي ما بتوضو في الانجليش ممكن تكتب ايه best wishes your friend see you soon يبقى لازم تكتب creating and ending ولو حتبعت attachment يعني حتبعت file حتبعت صورة اتاكد ان الفايل اللي انت بعته ده safe and accurate يعني حاجة امنة مفيهاش virus accurate يعني حاجة مظبوطة اتاكد الفايل اللي انت بعته هو الفايل الصح and people light and clear خليك مؤدب وواضح لان دي حاجة رسمية يبقى email is used in more formal situation such as creating a kb account and writing to your teacher ولو عايز تبعت email لحد هتكتب جنب field 2 هتكتب ايه جنب field 2 المكان ده هتكتب في ايه الاميل وجنب subject هتكتب ايه هتكتب title and you must use proper grammar استخدم grammar مظبوط use greeting and ending استخدم جمل ترحيبية وجمل ختمية للايميل and if you send attachment لو بعدت حاجة مع الايميل زي صورة زي فايل اتاكد ان الفايل اللي انت بعته ده safe امن and accurate يعني مظبوط be polite and clear خليك مؤدب وواضح وكده نكون خلصنا lesson 5 يلا بينا نشوف اسئلتو wait till number 1 choose the correct answer هنبدأ من اول number 32 to start a you must create a link and send it to partspint عشان تبدأ ايه لازم تعمل link وتبعته المشتركين عشان نبدأ الفيديو شات number 33 in chat rooms some partspint may click on your message reply to your message يرد عليك delete your message يمسح رسالتك طبعا لو انت مانقود قول chat rooms ممكن اي حد يرد عليك reply to your message number 34 to create ekb account use email ولا instant message ولا whatsapp لو عايز تعمل account على بنك المعرفة المصري هتستخدم الايميل بتاعك number 35 on video chat you should be properly dressed لازم تبقى لابس كويس ولازم تتصرف ان انت في مكان عام and behave as if you were out in popular number 36 the last step for instant message is writing message press send icon دوس على send delete the message امسح المسج بتاعتك ايه اخر خطوة انك تبعت ال instant message اللي انت تدوس على ال icon بتاع send دوس على ضرور send ارسال عشان تبعت الرسالة بتاعتك number 37 to start a call make sure your what are on بيقولك عشان تبدأ ال call بتاعتك اتأكد ان المعرفون بتاعتك شغالة ولا الكاميرا بتاعتك شغالة ولا الاتنين طبعا هختار both a and b number 38 you can write a title of your message via email in which field يعني بتكتب الطايتل العنوان بتاعك فان يحطه في الايميل بتاعك جمد كلمة subject number 39 the person in charge of video may mute people what اللي عامل الفيديو شات ممكن يكتم ايه على المشتركين ممكن يقفل عليهم المايكروفون طبعا هم ولا اكلمة mute mute يعني يقفل الصوت mute microphone number 40 to have video chat with your friend you need what عشان تعمل فيديو شات مع حد من زميلك بتحتاج ايه scanner ولا printer ولا device with camera and speaker جهاز مع كاميرا و speaker طبعا اختار device with camera and speaker number 41 while you are on a call you can turn off your what at any time لو انت موجود في call ممكن تقفل ايه تقفل الكاميرا بتاعتك ولا التلفزيون ولا الدور طبعا ممكن تقفل الكاميرا او المايك بتاعك فاني واقع واختار كاميرا question number 2 put true or false هنبدأ من اول number 29 the person who initiated the call can make you let in the call يقولك اللي عامل الكال ممكن يخليك تدخل يسمحلك بالدخول طبعا الجملة بتاعتي true number 30 to send an email to someone type their email address into field في الجزء بتاع 2 هتكتب ال email address بتاع person اللي انت عايز تبعت له طبعا الجملة بتاعتي true number 31 if you want to join a video call لو عايز تشارك في الفيديو click on the link and wait to be get out دوس على ال link واستنى بغاية ما تطلع بره طبعا غلط احنا قلنا بنعمل waiting to let in عشان نخش جوه الميتنج not to get out مش عشان نطلع بره number 32 email should contain grammar mistakes before you send it ال email لازم يكون فيه غلطات انلاقية طبعا غلط لازم يكون proper grammar يعني grammar بتاعه مظبوط number 33 be sure the information you are sending is safe and accurate when you send an email لما تبعت email لتأكد الحاجة اللي انت بعيتها امنة وكمان accurate يعني مظبوطة طبعا الجملة بتاعتي صح number 34 anyone can enter the video chat without needing permission اي حد ممكن يخش جوه الفيديو شات من غير ازم لا يميس لما بعوط له لينك واللي عامل اللينك كمان يسمح له بالدخول number 35 innocent messaging is a fun casual way to communicate اي ومظبوط يميستي حاجة informal بنبعتها وبنمعت فيها مثلا ال emotions ممكن نبعت فيها صور حاجة غير رسمية وكمان حاجة ممتعة it's a fun and casual way to communicate الجملة بتاعتي صح number 36 during writing an email don't forget to use greeting and ending وانت بتكتب ال email متنساش تحط الجمل الاستفتاحية وكمان الجمل اللي بتتحط في اخر ال email الجملة بتاعتي صح number 37 you can turn the microphone and camera on or off during video chat تقدر تتحكم في الكاميرا والميكروفون بتوعك تفتحها وتقفلهم في اي وقت الجملة بتاعتي true number 38 you can read anyone with access to chat rooms will be able to read your message اي حد موجود في ال chat rooms بيقرأ المسجات بتاعتك مضبوط الجملة صح number 39 you can write the email of person you are sending تكتب ال email بتاع الحد اللي انت عايزت تبعت له الميل في المكان بتاع ال subject لا يميسوا الجملة غلط جنب كلمة subject بكتب title لكن بكتب ال email بتاع ال person اللي بابعت له جنب كلمة to يبقى الجملة بتاعتي wrong واخر lesson موجود معينا في مقرر لمتحين شهر نوفمبر هو lesson 6 اللي بيكلمنا عن مصادر المعرفة المتعددة اللي موجودة على الانترنت وهندرس فيه بنك المعرفة المصري ومنصة بتاع التجارب اسمها وكمان هناخد natural geographic kids وهي القناة اللي بتهتم بال science وبالحيوانات وبالتاريخ واخر حاجة هناخد برنامج اسمه map maker وهو برنامج بيخليك تقدر تعمل الخريطة بتاعتك يعني تعمل خريطة تحط فيها البيتك فين تحط المدرسة بتاعتك فين تعرف المسافة بين البيت والمدرسة وهناخده دلوقتي بالتفصيل وبنبدأ lesson 6 ويقولك ان فيه وسائل متعددة للتعلم عبر الانترنت ويقولك فيه منصة بتهتم بالتعليم المنصة دي اسمها ايه؟ المنصة دي بتاعت مين؟ بتاعت التعليم يعني فيها teachers وفيها students بيدوا فيها lessons lessons يعني دروس والteacher بيقدر يبعد لولاد ويبعد لهم homework والstudents كمان تقدر تبعد messages للteacher وكمان لما يحلوا ال homework يبعدوا ال assessment بتاعتهم للteacher يبقى تاني online learning environment like idmodo المنصة بتاعت ال learning اسمها ايه؟ وتجيب اسئلة كتير جدا اسمها ايه؟ idmodo اسمها ايه؟ idmodo allow teachers and students to communicate wherever they are فأي مكان هما موجودين يقدروا يتوصلوا مع بعض التيتشر يقدر يبعد lessons وكمان يقدر يبعد لهم quiz and homework will student can send the message to their teacher and post their completed assessment يبعتونه المهام الدراسية بتاعتهم الواجبات بتاعتهم يعني لما يخلصوها هنا عايزت بس تتعرف اسم المنصة idmodo بتعمل communication between teacher and students وبالنسبة المصادر التعلم online online learning source اول حاجة Egyptian knowledge bank بنك المعرفة المصري وهو يعتبر اول مكتبة الكترونية ames online library هيسألك يقولك مين هي first online library ممكن يقولك ايه هي premier online library هتقوله Egyptian knowledge bank وده بيخليك تقدر تعمل search وتعمل ابحاس وتدور على اي طبك اي عنوان اي articles اي مقالة واي فيديو تقدر تلاقيه على Egyptian knowledge bank والتاني مصدر للتعلم عبر الانترنت هي المنصة بتاعت التجارب فلابي اول ما تلاقي كلمة لاب او كلمة experiment تكتب على طول ان هي فلابي وفلابي دي هي عبارة على منصة تقدر تعمل فيها التجارب بطريقة نظرية يبقى لو سألك عن platform of experiment او lab experiment تكتب على طول ان هي فلابي وبيقولك كمان المنصة دي بتارد التجارب بطريقة بتفيد الناس وكمان بطريقة ممتعة تكتب على او كلمة او كلمة او كلمة يبقى فلابي هي مصدر للتعلم عبر الانترنت بيعلم الكتز ايه ونمبر ثري في الانلين سورس المصادر الانلين للتعلم هي natural geographic kids ويعبارة عن online source for kids يعني مصدر للتعلم عبر الانترنت بيعلم الكتز ايه information about animals معلومات عن الحيوانات about science and العلوم history التاريخ and geography يعني الجغرافية مصدر للتعلم عبر الانترنت هي map maker interactive وهي عبارة عن منصطة بيخليكم بتسمح للteachers والstudent ان هما يستخدموا online word mapping tool يعني بيقدر يخليك ان انت تستخدم المصدر عشان تشوف المسافة بتاع اي مكانين على الخريطة خليك تعرف اي مكان انت عايز تشوفه خليك تقدر تعمل الخريطة الخاصة بك انت تحدد فين بيتك فين المدرسة بتاعتك والماب maker interactive ده مقدم من natural geographic map maker interactive is a special interactive feature delivered by natural geographic يعني هي خاصية فعالية مميزة تقدمها natural geographic map maker interactive provide online word mapping tool يعني بتخليك تقدر تستخدم التول بتاع الخرائط بتخلي ال students والteachers تقدموا التول دي and map theme data and tools are used كمان بيخليك تقدر تستخدم الموضوعات والبيانات الموجودة على الخريطة وكمان بيقولك ان الماب maker ده بيعتبر هو موقع امن او اكتر موقع امن وتفاعلي تقدر تجمع من عنده البيانات map maker interactive is one of the safest site for research and data collection هو موقع امن انت تعمل research عن اي حاجة انت عايزها او data collection انك تجمع اي data وبيقولك ان الادوات الرقمية الموصوك بها عبر الانترنت تي حاجة لا تقدر بتمني والجملة دي دايما بيتيجي في صح وغلط reliable online digital tools are invaluable sources of information يعني الادوات الرقمية الموصوك فيها تعد مصدر المعلومات لا يقدر بتمني reliable online digital tools are invaluable sources of information وبكده الحمد لله اكون خلصت كل اللاسنز ودلوقتي هنبدأ نحل اسئلة lesson 6 question 1 choose the correct answer number 42 which of the following sites can your teacher use to deliver lessons online التيتشر بتاعك اللي عايزة وصل لك lesson online هيستخدم ايه الاكي بي ولا الواتساب ولا ايدمودو طبعا هيستخدم المنصة بتاعت التعليم اللي بتاعت التيتشر واللستيدنت هختار كلمة ايدمودو number 43 online learning environment like what? allow teacher and student to communicate بيقولك مين هي المنصة بتاعت التعلم online اللي بتسمح للتيتشر واللستيدنت ان هم يتواصلوا الفيسبوك ولا games ولا ايدمودو طبعا اختار ايدمودو number 44 point is reliable digital learning source in internet مين المصدر المنصوق فيه للمعلومات عبر الانترنت اي كي بي بنك المعرفة المصري فيسبوك ولا بلوغ بلوغ ده لما تفتح جوجل كده وتلاقي مقالات تحت بعض هي دي اللي اسمها بلوغ طيب مين هو المصدر المنصوق فيه للسورس اللي على الانترنت اختار كلمة اي كي بي بنك المعرفة المصري number 45 teacher can provide virtual lessons ولا virtual games ولا virtual toys and upload quizzes through online learning environment يقولك التيتشر ممكن تدي ايه ممكن تدي lessons ممكن تبعد كمان ايه كوزة نمتحين عبر التعليم الانترنت اني من دول بقى منصة بتاعت التجارب اختار طبعا نمبر 47 there are multiple online learning sources يقولك فيه مصادر تعلم متعددة that can help you to learn about different subjects اللي بتساعدك ان انت تتعلم عن اي حاجة او عن اي موضوع انت عايزه number 48 point is Egypt's primary online library يسألك مين هي اول مكتبة اول مكتبة هي مين برافا عليكم number 49 point is virtual lab platform بس لقيت ايه lab platform enable student and teacher to do lab experiment مين المنصة بتاعت التجارب اللي بتخلي التجارب اللي بتخلي اللي هم يعملوا التجارب بتاعتهم طبعا هختار لابي question number 2 vote right or wrong قبل ما نكمل اسئلة please 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 like للفيديو لان ده بيقيم المحتوى بتاعنا اللي هو محتوى كويس واليوتيوب يبدأ ينشر الفيديو please لو لست مضغطتش على اللايك للفيديو توس لايك number 40 it's possible to find information about space science history on map maker ها اللي بنعرف معلومات عن science وعن history ده كان من الماب maker ولا كان من natural geographic رفع عليكم يبقى الجملة بتاعتي wrong 41 natural geographic kids provide variety subject from animals science history and geography جملة بتاعتي true number 42 map maker interactive is one of the safest sites for research and data collection هما كان ايمن لنك تجمع من عليه المعلومات مضبوط جدا number 43 reliable online digital tools are invaluable source of information المصادر بتاع التعلم الموصق في هاتي حاجة اللي تقدر بتمل جملة بتاعتي true number 44 map maker help you to conduct your scientific experiment مين؟ map maker بتاع خرايط بيخلين عمل experiment لا يميس غلط number 45 natural geographic kids enable you to conduct an experiment تاني يميس natural geographic هي اللي بتخليين نعمل experiment لا يميس develop اي حاجة تابع experiment develop يميس number 46 ادمودو بلاتفرم enable teacher to deliver lesson online ادمودو اللي هي منصة التعلم بتخلي التيتشيرز تتبع الدروس online جملة بتاعتي true اخر سؤال معانا النهاردة online environment don't allow student to post their complete assessment التعلم online بيخلي الاستودينت ميقدروش يبعطوا الهومورك بتاعهم لما يخلصوه طبعا الاجابة بتاعتي غلط شكرا جدا على وقتك يا صديق الجميل مرأة في خير الفيديو اللي جاي سليم